انظروا إلى أخلاق الإسلام رحمة الإسلام في الحرب مع الكافر ومع الذي يعاديك وأتمنى على الإخوة الكرام الذين يسمعون هذه الخطبة أن يوصلوها إلى المجتمعات غير المسلمة وإلى المجتمعات المسلمة التي تنطق بغير اللغة العربية ليعرفوا هذا الرقي يقولون حضارة اسمعوا حضارة الإسلام أيها الإخوة الكرام المشاهد التي نراها على الشاشات في هذه الأيام التي تصلنا من أرض غزة مشاهد لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبها ناهيك عن الدماء والدماء شيء عظيم الدماء الذي سلمه الله في الدنيا من الدماء فهو الناج يوم القيامة نبي عليه الصلاة والسلام كان يتمسك بأستار الكعبة وينادي ما أعظمك وما أعظم حرمتك غير أن المؤمن عند الله خير منك تصوروا أيها الإخوة الكرام ناهيك عن الدماء هذه المشاهد مشاهد الدمار التي كما قلت لكم لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبها حتى تقرير صدر منذ ثلاث أيام يقولون أن التدمير في غزة يفوق التدمير في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية في وقت تغيب فيه منظمات حقوق الإنسان وحقوق الإنسان وكل ما شرع بعد الحرب العالمية الثانية لأن الذي يطغو ويتجبر إنما هم اليهود أيها الإخوة الكرام أحببت أن أطرق مسامعكم بأخلاقيات الحروب في الإسلام الحروب لها ضوابط ولها أخلاق المسلمين قبل 1500 سنة قبل هذا العالم الذي يدعي أنه متمد أنظروا إلى أخلاق الإسلام رحمة الإسلام في الحرب مع الكافر ومع الذي يعاديك وأتمنى على الإخوة الكرام الذين يسمعون هذه الخطبة أن يوصلوها إلى المجتمعات غير المسلمة وإلى المجتمعات المسلمة التي تنطق بغير اللغة العربية ليعرفوا هذا الرقي يقولون حضارة اسمعوا حضارة الإسلام أولها في الإسلام وفي الحرب لا يقاتلوا إلا الذي يقاتلونه يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وفي تفسيرها أن المقاتلين هم الذين يقاتلون أما المدني فلا يقتل وانظروا إلى الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء الذي يعجز العقل البشري حتى أننا كبشر ونحن كمسلمين ونهتم بأهل فلسطين صرنا لا نستطيع أن نرى هذه الصور إنسان هكذا يحمل ابنته وقد قطع شيء من جسدها أو قطعت أشلاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي جيشا ينطلق في سريع انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأح سبعين لاتمانين بالمئة من الشهداء في غزة هم أطفال هم صغار هم نساء هم شيوخ انطلقوا باسم الله وعلى الله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا صغيرا ولا مرأة ولا تغلو لا تعتدوا وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين شوفوا أخوانا الكرام في الإسلام لا يفرق بين الأم وولدها لا يفرق بين الأم وولدها عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أباء سيدني الأنصاري قال قدم بسب من البحرين سبي أسرع فإذا امرأة تبكي وقال تبيع ابني في عبس في قبيلة عبس على الطريق قالوا تبيع الولد بمئة درهم بمئة دينار فبيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن قال فركب أبو أسيد فذهب إليهم ودفع إليهم أضعاف ما قد قبض ثم جاء بالولد لا يفرق ترجم هذا الكلام وهذه الحضارة وهذا الرقي وهذا الشيء الذي لا يعرفه إلا المسلمون مين في الإسلام وفي أخلاق الحروب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجهاز على الجريح وعن قتل المدبر لا إذا كان مقبل إنسان ماسك السيف ويريد أن يقتلك ربما تقتله إذا كنت في حرب أما إنسان مدبر حمل حاله راح لا يقتل عن حسين ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يوم فتح مكة النبي عليه وسلم دخل من جهاتها الأربع بعشرة آلاف مقاتل قال وهو يوصي الجيش قبل أن يدخل مكة أهل مكة يلي فعلوا ما فعلوا على رأسهم أبو سفيان ثلاثة وعشرين سنة أخرجوا النبي من مكة وشنوا الحروب يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين وما أدراك ما الحروب النبي عليه وسلم ماذا يوصي جيشه الفاتح قال لا يقتل مدبر لرأيح تركوه ولا يجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن لنسكر بابه ما الذي يجري أيها الأخوة الكرام هل تظنون أن هؤلاء بشر هل تظنون أن الذي يجري يدل على حضارة أليس هذا في القرن الواحد والعشرين قرن الطائرات والأخمار الصناعية قرن التكنولوجيا قرن الزكاء الصنعي هذا قرن الإجرام هذا قرن الوحشية بعلمهم يرون ذلك بأم أعينهم ثم يقولون أن هؤلاء الأبطال يغتصبون من يغتصبون الأسر الرجال لو أرادوا فعل شيء لا سمع الله فعل قبيح لأخذوا نساءهم ولكنهم أطهار ردوا إليهم نساءهم بطهرهم كما أخذوهم ولكنهم هم الأرجاس ثالثا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشويه الجثث وعن المثلة وهذه من أخلاقهم فكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغسوات قال أغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا الله يرحم أيام السيف بس سيف ربما كانوا يمثلوا الآن الجثث أيها الأخوة الكرام الآن الأنقاض صور تأتي يخرجونها بين الفين والفين ليدبوا الرعب في قلوب يعني أهل غزة هكذا يعني وكأنه يلعب بلاي ستيشن يجلس فيه دبابته ويقصف ويقصف المدرسة لذلك الآن الأرقام هذه أرقام وحشية من يوم الجمعة الماضي إلى الآن وحشية أكثر من الأربعين يوم أو تلاتة وأربعين يوم اللي مروا ما قبل الهدنة هذه وحشية الإنسان لا أقول إنسان ولا أقول وحش لأن الوحش يهدأ عندما يأكل يعني قليل من اللحم أو قليل من الطعام لا أدري بأي شيء يوصفون أيها الإخوة الكرام هذه القيم ترسخت في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مو بس النبي قد نقول النبي عليه الصلاة والسلام نبي هذا مرسل من عند الله قلبه يعني أتت إليه نفحة إلهية انظر سيدنا عمر سيدنا عمر تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولايته أحد المهاجمين لما ذهبوا إلى أرض العراق وقاتلوا الفرس أحد المحاربين قال لفارسي لا تخف لما تمكن منه ثم قتل بعدين بعد ما أمنوا قتل يقول سيدنا عمر وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْلُغَنَّ لَا يَبْلُغَنِّي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَطَعْتُ عُنُوقَهِ مَا الَّذِي يَجْرِي أَيُّهَا الْإِخْوَةِ الْكِرَامِ أيضا التخريب لغير حاجة لا استشفي هل تظنون أن الذي يجري الآن في أرض غزة أيها الإخوة الكرام هو من أجل ما كان في السابع من أكتوبر كلا هي مخطط جاهز هم استغلوا الفرصة تسأل الله ألا دائما أدعو بهذا الدعاء اللهم ثبت أقدام أهل غزة ومكن لهم في بلادهم هل شايفين أنه كل الضرب برفح كل الناس مجتمعين في رفح يريدون أن يخرجوهم إلى سيناء هذا هو مخططهم الإنسان يتحمل يوم ويومين وثلاثة والقلة والذلة والمهانة والناس ينظرون مئات الآلاف من الأطنان بينها وبين رفح يعني أديش أربعين خمسين كيلو متر ولا تدخل ولا يدخل الوقود مشهد عجيب أيها الإخوة الكرام لم ترى البشرية مثل هذا المشهد عن صالح بن كيسان قال لما بعث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه البعث إلى الشام قال هذه لما فتحت دمشق لما فتحت بلادنا كانت هذه بلاد فيها روم هذه ليست بلاد عربية أطرافها كانت عربية أرسل أبو بكر جيشا وأوصاهم بما يلي قال إنكم ستقدمون بلادا تؤتون فيها بأصناف من الطعام في شيء أكل ما بتعرفوه فسموا على أولها واحمدوا على آخرها كلوا هذه بلاد فيها طيبات وإنكم ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع يعني قسيسين رهبان قال فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم ولا تقتلوا كبيرا هرما رجال كبير بارح رأيت مشاهد يعرون الرجال في جباليا ثم رموهم وقتلوهم قال ولا وليدا ولا تخربوا عمرانا ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع ثم قال لهم ولا تغدروا ولا تمثلوا وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز هذه هي حضارة الإسلام بالله عليكم ترجموها وانقلوها أما عن الأسير الأسير رأيتم في الأسبوع قبل الماضي كيف يخرج الأسير كسروا لأيده كسروا لأصبعته يحرمونهم الطعام يضربونهم يضربون النساء هذه هي الحضارة حضارتهم وحضارتنا قبل 1500 سنة آيات آية في القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالأسير وكان يؤتى بالأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدفعه إلى أحد الصحابة ويقول له أحسن إليه أحسن إليه شو كرمت أحسن إليه أكرمه أكرمه يقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر وكان أول الأسرة يوم بدر أن يكرموا فكنا نقدمهم على أنفسنا عند الغداء قال سعيد بن جبير نحقق قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مصعب ابن عمير كلكم يعرفوا هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه استشهد مع حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في قبر ثلاثة كل واحد منهم في قبر وباقي أصحاب رسول الله السبع وستين في قبر هدول شهداء أحد سبع وستين ثمانية وستين حمزة رضي الله عنه وأرضاه ومصعب ابن عمير هو أول سفير للنبي في المدينة المنورة ثم عبد الله ابن جحش أخو مصعب ابن عمير اسمه أبو عزيز قبل أن يسلم كان مع المشركين أسر يوم بدر بعدين أسلم هو يحدثنا شو ساو في الصحابة عندما كان مأسورا يقول كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر جابوني أسير وقع حصة الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وهم يأكلون التمر في فرق بين الخبز تنور تمر موجود في المدينة يعني التمر تمر في المدينة مثل العنب مثل العنب عننا بالشام هذا ما بدك فيه عنب لو أنه كان غالي العنب هذه بلاد والعنب بلاد البرتقال والليمون هن يعطوهم للأسر الخبز الطازج والصحابة يأكلون التمر قال ما تقع في يدي رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها لخوت كل هدول إلك النبي موصي فيك فأستحي فأردها فيردها علي ما يمسها هذا هو الأسير في الإسلام عندهم حضارة أطفال 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 لك حتى في الدنيا كلها في الدنيا كلها اسمهم أحداث هدول دونه 18 حسب في دول دون الوحده 20 هذا حدث هذا يعني هذا هذا يوضع في الدراسة هؤلاء ماذا نقول ماذا نقول يا أيها الإخوة الكرام من أتى بهم إلى هذه حتى تعرفوا أنه شغل كثير كبير لذلك يجب أن تخصوه ماذا أيام أيام محنة صعبة والله لو تمكنوا من غزة سوف يتمكنون من الضفة ثم يتمكنون من جيرانهم ومن جيرانهم ونسأل الله عز وجل أن لا ترفع لهم راية في أرض الإسلام أيها الإخوة الكرام يعني لو صبرت علي ثمين دقائق حتى أكمل خطبه لأنه شيء شيء نادر شيء نادر تسمعونه ليس لندرة ورحمة الإسلام ولكن لأننا في خضم أحداث عظيمة كبيرة من رحمة الإسلام نهى عن الغدر ونهى أن تكون الإغارة ليلا هدول هدول أعداء ما بصير تغير عليه ونهني نايمين شو بتساوي بصير رعب وأي رعب الله اليوم تكلمت صباحا اللي ما مات وما ستشهد من أهل غزة شو صار معهم من الرعب صار معهم أمراض من الرعب من الرعب سمعت أحد المراسلين مدينة يبث فيها أن نحن على مسافة ستين كيلو متر من غزة تقض مطاجعنا أصوات الطائرات عندما تضرب بالله عليكم هذا اللي يدام منه الضرب شو عم يصير فيه إيم هذا اللي يصل عم يشم ريحة البارود نينوستين يوم لا كهرباء لا مي اللي ما عنده دواء للأطفال لا عندهم تدفئة هدوا هدول بدون سنة كاملة بس إعادة تأهيل أديش أنت بدك تشكر الله أنك في نعم نعم لا تعد ولا تحصى أيها الإخوة الكرام انظروا إلى هاي عدل مو عدل هذه رحمة أن لا تغير على عدوك ليلا قال عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزى قوما لم يغز حتى يصبح فإذا سمع أذانا إذا سمع الأذان أمسك الحرب الآن يدكون المساجد سمعت البارحة تقرير تسع وأربعين مسجد في غزة دمروا تدميرها عمي حربوا الله دمروا المساجد قال وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح وعن أنسا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا فليسمع فليسمع العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عامل اليهود قال وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح فلما أصبح وين في خيبر فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد فقال صلى الله عليه وسلم عندها بعد أن أصبح الصباح الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أيها الإخوة الكرام ومن أخلاق الإسلام أنهم كانوا لا يحرقون لا يحرقون بالنار ولا يعذبون وماذا التحريق الآن سلوا المشافي إن بقيت مشافي سبحان الله لحن لم نسمع في التاريخ إنه مشافي تدمر مشافي تدمر الآن نرى عجز البشرية في القرن الواحد والعشرين عن أبي هريرا رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث تبهوا بزمان كان يحرقون قريش والروم والفرس في زمانهم لما كان تكون الحروب يستعملون النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنسان كان قد قتل كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إني أمرتكم أن تحرقوه وإن النار لا يعذب بها إلى الله فإذا وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه هكذا هكذا هي أخلاق الإسلام أيها الإخوة الكرام آخر لو أنه لسه في جعبة شيء لكن هحكي شيء أقف عنده يعني يتمنى الإنسان أن يجلس أكثر من جلسة مع المؤمنين ليعرفوا تلك الحقائق التي غابت نهى الإسلام عن قطع الطرق نهى الإسلام عن تضييق المنازل وضرب المنازل عن سهيل بن معاذن الجهني عن أبي قال نزلنا على حصن سنان بأرض الروم مع عبد الله بن عبد الملك فضيق الناس المنازل صاروا يهدوا وقطعوا الطرق فقال معاذ أيها الناس إنا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا وكذا فضيق الناس الطريق فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فقال من ضيق منزلا هم الآن يضربون المنازل ويهدمون المدارس فوق رؤوس أصحابها من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له راح جهاده لان أنا هيك أقول في نفسي وأقرأ إن شاء الله إلى المستقبل سيخرجون صاغرين هذا يعني وعدتكم به يعني أول ما بدأت هذا وعد الله حتى لا يعني يتزعزع إيماننا لكن هلأ شغلة عض أصابع كل يوم بيقولوا لك سبعة وخمسة وهم يعني في الحقيقة كل يوم مية ومية وخمسين يعني توبيت ترجعوا إلى إلى تلك الديار ديار الخراب هي ديار الطهر ولكن خربوها عندما جلسوا فيها سوف يضغطون عليهم وينتهي كل شيء ولكن المشهد هو عندما يخرجون بس تقعد أنت تصور بطائرة الدرون وتمشي في شوارع غزة هل كان هناك بشر وحوش ما اسمهم لا أدري ماذا سيسمى كان هناك إنسان خارج عن إنسانيته لذلك قلت لكم يوما عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى شو ذئب مقارنة بوحوش البشرية وسوت إنسان يعني صاح إنسان فكبت أطير هؤلاء نزعت من قلوبهم الرحمة والإنسانية من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له يا رب مهما طالت الحياة أيها الإخوة الكرام مهما طالت لابد أن البشر كلهم ردهم إلى الله ماذا سيفعل الله بهم أنا أجزم هؤلاء هم وقودوا جهنم الذين يقتلون الصغار والكبار هم أرادوا أن يخلصوا أن ينتهوا منهم في أوروبا أرسلوهم هكذا فعل الألمان أرادوا أن ينتهوا منهم فأرسلوهم وأنشأوا لهم كيانا وللأسف كان في بقعة طاهرة في أرض الإسراء أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا أقولوا الله يردنا إلى ديننا هذا الدين دين الرحمة قبل 1500 سنة قبل ما تطلع المواثيق ويقولوا لك مجلس أمن وجامعة وجمعية أمم متحدة ومدري إيش وكذا لا 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 كلام واحد من النبي لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا شيخا هريما ولا تقطعوا شجرا وين بتلاقيها هذه هذه ترجموها حتى يعلم الناس ما عرفوا شوء الإسلام ولعل الله عز وجل بقدرته وكل شيء الآن وقبل وبعدين كله بعلم الله هذا الجبروت من أجل أن يطلع الناس على الدين صار الناس يعرفوا شيء اسمه يعني فلسطين الناس مستضعفين الآن اقرأوا الرأي الداخلي في كل دولة يمكن من الرأي الحكومي أو الرسمي كلهم صاروا يدرسون الإسلام والإسلام قادم وسيصل الإسلام إلى ما وصل إليه الليل والنهار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتين الحق والدين أقول قولي هذا واستغفر الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر